وصل بحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود إلى المنطقة الشرقية قادما من الجمهورية التونسية الشقيقة وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كما كان في استقبال الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير التقافة وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول روكن فياض بن حامد الرويلي وصاحب السمو الملكي الفريق روكن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية وفي الصالة الملكية بالمطار كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء وصاحب السمو الأمير عبدالله بن محمد بن جلوي وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن جلوي وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن عبد الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن عبد الله وصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد الله وصاحب السمو الأمير نواف بن بندر بن مشاري وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن نايف بن ممدوح بن عبد العزيز وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمنطقة الشرقية وقد وصل في معيتي خادم الحرمين الشريفين كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سطان بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزيره الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز كما وصل في معيتي خادم الحرمين الشريفين كل من معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة ومعالي رئيس المراسم الملكي الأستاذ خالد بن صالح العباد ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم بن مصطفى زقزوق ومعالي نائبي رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا ومعالي نائبي السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول روكن سهيل بن ساكر المطيري ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان